فخلينا نعرف أكتر عن هذه الأمور وهؤلاء اللاعبين ونتكلم أكتر عن مباراة اليوم النهاردة اللي اتلعبت النهاردة ساعة ستة ونص مباراة نادي الهلال ضد نادي تشيلسي مع زمايلنا العزاز الدكتور أحمد سافت زكا دكتور الحمد لله تمام كله تمام حمد لله تمام حمد لله أيضا أيمن جلبرتوز زكا أيمن زكا قبطة إسلام كله كويس حمد لله كله تمام حمد لله خليني أبدأ معاك يا دكتور وتقول لنا برضو إيه اللي حصل في المباراة اليوم أولا والله يا كابتن إسلامنا شايف أن يعني إحنا كفرق عربية سواء النادي الأهلي أو الهلال السعودي مستوانة قريب من الفرق الأوروبية وفرق أمريكا الجنوبية بدليل أن النادي الأهلي مبيرح الشوط الثاني تفوق على بالمراس البرازيلي النهاردة الهلال السعودي في الشوط الثاني بيتفوق على تشيلسي الإنجليزي ولكن بيظل فيه فارق في حتة تشتيت الزهن أو الهفوات أو بعض الأخطاء نعم مبيرح شفنا بعض الأخطاء الدفاعية في النادي الأهلي أدت إلى أن فرقة بالمراس البرازيلي تكسبنا النهاردة في بعض الأخطاء خطأ واحد دفاعي أدى أن فرقة تشيلسي تكسب الهلال السعودي إذن المستويات متقربة ولكن حتة الزهن أو الأخطاء دي لو قللناها أعتقد أن احنا هنقرب إن شاء الله من الكرة الأوروبية وكرة اللاتينية وإذن الله